استخدمت روسيا حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار حول تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود واستخدمت موسكو الفيتو ضد مشروع قرار أعدته إرلندا والنرويج ينص على تمديد عمل آلية نقل المساعدة لمدة عام آخر حتى يوليو 2023 وأيد 13 عضوا في المجلس مشروع القرار فيما عرضته روسيا وامتنعت الصين عن التصويت